تستهدف الحكومة تنفيذ بارنامجيين رئيسيين لضبط الأسعار والحد من التضخم كما تم تحديد مجموعة من البرامج الفرعية صعيا لخفض الأسعار وتفيد التوقعات الحالية للتضخم أنه سوف يشهد اعتدالا خلال عام 2024 مع انحصار الضغوط نتيجة تضافر عدة عوامل ومنها تقييد السياسة النقدية وتوحيد سوق الصرف الأجنبي عدد من الأزمات الاقتصادية الكبرى شهدها الاقتصاد العالمي تسببت في ارتفاع معدلات التضخم العالمي بدأت بجائحة كورونا وتداعياتها لتعقبها الحرب الروسية الأوكرانية ثم اندلاع الصراع في منطقة الشرق الأوسط الذي عرق له حركة التجارة العالمية ولم تكن مصر بمعزل عن المستجدات والتطورات العالمية حيث تأثرت أسعار السلع والخدمات بشكل كبير جراء الأحداث التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي وتفيد التوقعات الحالية للتضخم المحلي أنه سوف يشهد اعتدالاً خلال عام 2024 مع انحصار الضغوط التضخمية نتيجة تضافر عدة عوامل ومنها تقييد السياسة النقدية وتوحيد سوق الصرف الأجنبي وفي هذا الإطار تستهدف الحكومة تنفيذ برنامجين رئيسيين لضبط الأسعار والحد من التضخم كما تم تحديد مجموعة من البرامج الفرعية سعياً لخفض الأسعار ووصولها إلى مستوى مناسب ومقبول للمواطنين فيما يخص البرنامج الفرعية الأول وهو ضمان تلبية احتياجات السوق المحلية تعمل الحكومة على توفير كميات إضافية من السلع الاستراتيجية وبأسعار مناسبة لتأمين مخزون استراتيجي لمدة لا تقل عن 9 أشهر مع تنويع مصادر الحصول على هذه السلع بالنسبة للبرنامج الفرعية الثاني وهو التوسع في الإنتاج الزراعي والغذائي تستمر الحكومة في تقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لتعزيز المعروض من السلع من خلال تعظيم المساحات المزروعة من السلع الأساسية مثل القمح مع وضع حوافز للقطاع الخاص للاستثمار الزراعي أما فيما يخص البرنامج الفرعية الثالث وهو ضمان الاستقرار السعري تحرص الحكومة على منع الممارسات الاحتكارية كما تستهدف تحديد مجموعة من المسارات لاتباع مصار نزولي للأسعار خلال الفترة المقبلة في ظل استقرار السياسات النقدية وإتاحة العملة الصعبة وهكذا تأتي مسألة ضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية في مقدمة أولويات الحكومة خلال الفترة القادمة للحد من الضغوطات التضخمية والوصول بمعدل التضخم إلى رقم أحادي خلال عام 2025 هم ستنواشين